السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها عن سؤال وصلنا كثيراً هل تم تفويت الفرصة على المتربصين بمنطقة القبائل في الجزائر؟ بلا عدنا شك بأن العمل الممنهج والمنظم من أجل صراعة بؤرة تكون عبارة عن بركان قد يهدد الأمن القومي في أي لحظة في الجزائر كانت سارية على قدم وساق وساهم في هذه العملية الأطراف كثيرة النظام، لوبهات داخل النظام، جهات خارجية وأيضاً جهات من هذه المنطقة وأتحدث تحديداً على منطقة القبائل منطقة القبائل التي جرى فيها على مدار عقود تغذية روح عنصرية حتى صار يخيل إلى الناس أن قبائلي معناها أراك شيء آخر مش كعموم الجزائريين، أراك مهدد ومستهدف وكل شيء من هذا القبائل وندرك تماماً أن صناعة مثل هذه البؤر يجري على عدة أصعيدة أولاً تغذية روح المظلومية حيث يحاولون إشعار كل هذه الناس راهم عايشين مظلومية حقيقية بسبب عرقه أيضاً تغذية روح الانتماء للعرق أكثر من الدولة وهذا الذي حدث في منطقة القبائل على مدار فطرة والأجهزة الإعلامية وكذا ودوائر كثيرة تعمل على تغذية روح الانتماء للقبائل أكثر من الانتماء للجزائر رغم أنه لو عدنا إلى عهد عميروس وفترات معينة كان الانتماء للجزائر أولى من الانتماء للقبيلة وهذا لا يقتصر على منطقة القبائل فقط بل يجري تغذيته في مناطق أخرى تجده مزابي يقول لك أنا مزابي وبعد ذلك جزائري تجده في الشوية بعض الآن شوية يتكلم باسم العرش انتاعه قبل انتماءه للدولة الجزائرية وبدأ يحاول يصلعها حتى في الصحراء يجي منطق يقول لك أنا صحراوي ورهم يكثر منها الآن رغم أن هذه النزاعات غير موجودة في المناطق الصحراوية حقيقة ومنطقة الصحراوية مناطق جزائرية بمعنى الكلمة تحمل الروح الوطنية ولكن يجري العمل الممنهج درجة درجة يستغل الآن في فضاءات المفتوحة لشبكات التواصل الاجتماعي وتخيل بعد يروحوا هذم الأباء ويروحوا كذا على مدار مثلا ربعين عام مستقبلاً وخمسين عام تصبح أنه صحراوي ثم جزائر هكذا يجري صناعة هذه العقلية لذلك تكون هناك عملية ممنهجة لتغذية روح الانتماء للقبيلة قبل الدولة عمر آخر أنك دائماً في مخاطر يركز دائماً عن مخاطر أنها أقلية محجورة ويستعمل على مستوى الدولي قانون حماية الأقليات يحاولوا يميزوا هذه المنطقة يميزواها باش يميزوها بلسانها ويميزوها بدينها ويميزوها بعرقها إذا كانت الدولة الجزائرية كلها دولة مسلمة يحاول يصنع لك بؤرة راه تختلف دينياً ولذلك نجد التبشير ما يسمى التبشير النصرانية والمسيحية يركز على منطقة القبائل وهناك عمل ممنهج ومنظم لهذا العمل لذلك حتى يروحوا بعد يبدوا بحقوق الأقليات المسيحية مثل ما يجري أيضاً بطريقة أخرى عن طريق صناعة ما تقوم به مثلاً ولاية الفقه من نشر التشيع للولاية الفقه حتى في بعض المناطق من أجل الصناعة أيضاً أقلية أخرى مذهبية تختلف عن عموم الجزائريين هكذا يمشي الأمر الأمر الآخر على قضية اللسان يبدو الآن عندهم مدهم يغذوا بكري ما عمرنا لا سمعنا القبائل الحبي القبيلية تكون لغة طوروها 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 حتى ولت تظهر عند الناس أن القبيلية لغة ما عندهاش علاقة بالجزائريين أيضاً تغذيت أنه ها هو أصلهم صناعة تاريخ آخر يختلف عن التاريخ الجزائريين وصلوا حتى إلى ما قبل آدم مش عما قبل التاريخ وهكذا يحاولوا يصنعوا تميز إلى عرق معين حتى لا يكون مثل عموم الجزائريين وهكذا يجري الأمر في استعمال الهوية بطريقة ما أمر آخر أنه يغذ روح المظلمية كيف؟ المظلمية ليس لأنك من عموم لأرك جزائري في منطقة رهي مناطق ظل ولا مناطق ظل ولا ظلم سميها ما شئت ولكنها أن هذه المنطقة لأن لسان هكذا وعرق هكذا ودين هكذا وقبلت هكذا وما إلى ذلك من هذه الأمور راهي تتعرض للظلم للشعور بالظلم هكذا حتى يشعر بهذا الابنس يبدو يخلق الكن انفصالية بمعنى الكلمة الانفصالية المعنوية انفصالية في اللسان انفصالية في العرق انفصالية في الدين انفصالية في التراب يشوف أنه تراب مضطهد لأنه يتواجد عليه ولأن هذا الشخص يختلف تماما على عموم الجزائرين ولن تنجح هذه المظلومية إلا بوجود أحداث تخلي هذه المظلومية حقيقية هذه المظلومية حقيقية عنف ارهاب تخويف سجون كذا حيث أنه إذا تم اعتقال مثلا واحد قبائلي ما يروحوش مثلا قبائلي هذا رأو اعتقل بسبب قيامه بشيء ما لا اعتقل لأنه قبائل لا يركزون على الفعل الذي قام به بل يركزون على العرق الذي ينتمي عليه والخصوصية الذي ينتمي إليها أيضا عمليات نجد مثلا عملية إرهابية مثلا حرائق الغابات لاحظوا لما حدثت حرائق الغابات مباشرة تم ترويج المؤامرة لاستهداف منطقة القبائل في حين أنها قبل ولاية خنشلة اللي هي منطقة شوية بالمعيار نفسه هم أمازيغ أيضا وبربر مثل القبائل ولكن لم يتم الترويج إلى هذا الجانب بل تم الترويج إلى أخر المؤامرة لكن في إطارها التجاري رهي ناس حبت بي على نحطب جاي العيد وكذا وكذا أنهم تجار صراع التجار أن هذه المنطقة غنية بالتفاع فأرادوا ضرب هذا الابتصاد وما إلى ذلك راحت للصورة التجارية وليست لصورة أخرى لذلك تجري التغذية لهذه المظلومية أمر آخر أنه مهما العمل على الحصول على الامتيازات يديروا الامتيازات المكسيموم ويبقى هل من مزيد وهل من مزيد لأنه الهدف ليس من أجل حصول هذه المنطقة على الامتيازات أنا لست ضد أي منطقة تقوم بعمل نظالي من أجل الحصول على بعض الامتيازات أو حقوق أو شيء هذا للمنطقة كل منطقة من حق أهلها أنهم يطالبوا بمصانع يطالبوا بأمور كذا كذا طبيعي موجودة حتى في كل دول العالم لكن أنه تستعمل هذه الامتيازات فقط من أجل الضغط على الدولة وفرض شيء ما يراد خاطته فهذا هو المغير المطلوب وهذا هو المرفوض رفضاً قاطعاً لأنه ليس يندرج ضمن مواطنين يريدون بعض الحقوق أو الحقوق كلها بل ضمن إطاع أطر أخر في كل ما ذكرنا يأتي أمر آخر أنه يجب أن يكون هناك مشروع سياسي يغذي هذه الانفصالية لذلك جاءت مثلاً في منطقة القبائل المشروع الماك والمشروع الماك يا جماعة لم تنشئه دوائر خارجية من أجل ضرب الوحدة الجزائرية وشيء من هذا القبيل بل تم إنشاؤه في دوائر في الأجهزة الأمنية ومن طرف من منطرف أشخاص يتواجدون في الدولة ولديهم نفوذ وهم من أبناء هذه المنطقة والأمانة والأمانة أنه لا توجد في النظام الجزائري عنصرية تجاه منطقة القبائل بل أنه في العسكر القبائل موجودين بكثافة عندهم مناصب عليا في وزراء أحمد وياحي رئيس حكومة على مدار عقد كامل أو أكثر كلهم كلهم توفيق قبائلي وغير وغير والضباط والمسؤولين في صناعة كلهم موجودين لذلك لا يوجد في هذا الجانب لذلك للتغطي على هذه لو كان أن القبائلي يتقصى مثلاً ما يجيش وما يخلوش يدخل الأجهزة لأنه قبائلي رحم قاموا عليها الدنيا ولم يقعدوا ولكن هذا الشيء غير موجود في النظام الجزائي للأمانة والتاريخ ولكن رغم ذلك الناس اللي موجودين يحوسوا دائماً هل من مزيد كيفاش يحافظوا عليهم لأنهم هم أصلاً دائماً عندهم هكذا الشعور حتى هم عندهم هذا الشعور بالانفصالية يتوجدوا في نظام ولكن لديهم داخلين شعور بالانفصالية من هذا النظام الذي لا ينتبون إليه باش يحافظوا على نفوذهم ووجودهم ويحافظوا أيضاً على مكانتهم وعلى الريع الذي استفادوا منه وش يديروا؟ راحوا كانوا هما في دوائر معينة وراء خلق هالماك كانوا سعى انفصالي فرحاتم هل قبل ما كانش انفصالي كان يقول لنا جزائري وكان يقول لنا مسلم وعلى التينيفيزيون الجزائري ترجم جزائري وفي دائر نسف در الاربيا نسف در المازيريا لازم يكون لحكاران لذلك أت original. من الغرانوا في باreckцо mio سنكمل الألغيريات كما زهر في ditit أبيوات المختل في 2001 بعد احدثة مقتل غرماح مع سينا هناك خرج فرحات مهني وأسس حركة اللي طالب بحكم ذاتي لمنطقة القبائل وسمى حركة تقرير مصير منطقة القبائل وبعد ذلك طور الخطاب إلى الاستقلال وما إلى ذلك وأن منطقة القبائل محتلة من أن جزائر هكذا معناها لما حدثت مقتل جريمة شنعاء مقتل مصيني سجرماح واللي قتلته أنا ذاك الأجهزة الأمنية وفي نفس الوقت تم الإعاز إلى فرحات مهني حتى يؤسس هذه الحركة يعني لما قتل مصينيسا رحمه الله ويجريمة حقيقة ومرفوضة بكل المقاييس ويجب أن يحاسب عليها الجنات القبائل رفعوا شعار وليش سمع وتأسوا حركة انفصالية تطالب بالحكم الذاتي اليوم لما قتل جمال بن اسماعيل قالك أي واحد يتكلم على جمال بن اسماعيل يأتي هذا لحملين هذا الخطاب المتطرف يقولك لا هذه فتنة بل أنه بدأ مباشرة الترويج إلى فكرة أنها لا مسؤولية للقبائل وهذه فيها جانب إيجابي وفيها جانب سلبي جانب الإيجابي أنه ندرك تماما أن هناك من في الطرف الآخر المتطرف سيحمل القبائل بصفة عاما ولكن لم نسمع من حمل منطقة القبائل لكن جاءت مباشرة بسرعة تبونوا قالها را قالها وانا كنت والي هناك وكذا وكذا ونعرفهم وهم عندهم شعلا أنت وعليش ترد على شيء ما زال ما قالوش هل كان دول قالت أنت رئيس دولة ما تقولش هذا الكلام في حين أنه لم يعز عائلة هذا جمال بن اسماعيل ولا أرسل شخص من طرفه بل أنه عندما زار المستشفى كيت حتى قال هذاك واحد الطريقة هذاك وطريقة فيها نوع كون تقدر تقول حتى نوع من الاحتقار ومعطاهش قيمة وهذه لغة لذلك دائما نقول لهم أنه حتى لو لم يكن يقصد هذا أنه تبون ما يعرفش يهدر يلا يتسكتوه حتى يجي يخطب اكتبوله ويحظروا لمليح الخطاب ويقرح حرفيا ما يخرش عليه ويتوقف عن حوارات الإعلامية لأنه راح جاي ينهار ويدير كارثة لذلك لما جاء مات هذا أي واحد الآن يتكلم عليه يقول لك لا ما يمثلوش القبائل وهل ليقتلوا قرماح ماصي نيسا أيضا يمثلوا كل الجزائريين حتى تخرج حركة انفصالية بسبب هذه الجريمة والطالب بما تسميه استقلال منطقة القبائل هنا لازم القبائل يدركوا أنه عندما يرتكب واحد جريمة بحق مواطن تاع ما يجيش تعممها على كل الجزائر وتقولوا ليش اسمحوا كل شيء ها هما لما جاء والد جمال بن اسماعيل وقال أني ما نحملش القبائل وقبائل خوتي فرحتوا بها ماذا لو أنه هنا ناضخرين من قسم الجزائري من عمول الجزائريين قال لكم لاش اسمحوا والدنامات لازم لكم اتطلعونا اللي في وسطكم وأصابع الاتهام موجهة إلى حركة الماك أدينوا حركة الماك وهناك واحد قال بأنني كنت حاضر راه وجه اتهاماته لحركة الماك انتو كتابين ومنافقين وكنتو خادمينها بطريقة غير مباشرة ومعقدة باش الناس باش في التحقيق ما يلحقكمش الله غالب كشفوكم دالوكم دي بيون شتو اللي قالوا لكم تكونوا لتمات شتو اللي قالوا لكم تتلاحقوا لتماتكم بعد انتهى الله فيكم بطريقة غير مباشرة وماشي بالواتساب بالعدراء لحقو لكم هم طيحوكم دوكا شوفوا شكون يسلككم والإنسان هادك اللي رايحين زوجه دوك دريريات اللي رايحين يهربوهم هم المفتاح وقل لك كعلاش هم المفتاح سيرتوا هادك لخشين بس كوالي ربطكم ولي كان داير الربطة حبيته الجمسية والعاطمة كين والوخو يا العزيز والله غير ما كين والوهادي شهادة برك هدي شهادة وانا كنت فيها ومستعب باللي نشهادلك فيه وتشكنتها لك وتلابسلك بحل وانتي لي كنت يتفرعني كدابة منافقة تتنوف ايه نعم احنا كنا نشوفه كي الناس بزاف كانت لتم تشوفه برك خافوا وبالك يشهادوا وبالك مالباليش وشراهم خايفين احنا ماراناش خايفين ومارانا ضد حتي واحد ضد الماك وعلى بانا كيفاش صرت الحكاية وعلى بانا كيفاش طمعوكم وعلى بانا كيفاش خدموكم وما تقولوش لهذا كتابة اخطرحتوا للتحقيق اهدرتوا اهدروا وعدوا خلا لا لا ادروا الحقيقة انا لا استطيع ان اتهم اي طرف يجب ان تكون هناك تحقيقات تحقيقات حقيقية ولا اقول تحقيقات اجنبي لانه تدويل مثل هذه الازمات غالبا ما يأتي لصالح ليس الحقيقة بقدر ما يأتي لصالح جهات تتربس بالدول لا توجد ازمة تم تدويلها القولها حل بل دائما زدوا خربوا الدنيا خليها في الجزائر تعالج جزائريا بكل نقائصها افضل من تدويلها بهذه باي طريقة اخرى خلي الامر يخرج من الدين انا ضد تدويل هذه الامور اصلا لذلك المنطق وشقول هنا فرصة للقبال اتعلموا من الدرس ها هم ابنائكم ارتكبوا جريمة شنعاء جريمة بربرية جريمة فاشية بمعنى الكلمة وحشية بمعنى الكلمة حرقوا انسان بتلك الطريقة ماذا لو جاء واحد يقول لك حملت القبال لذلك انه فراضية مباشرة سارعوا الى فراضية وقلت فيها جانب ايجابي جيد تفادية لأي فتنة لان الناس اللي ارادوا يخلقوا في المشاكل هذه في اطار المظلومية وفي اطار استهداف المنطقة وفي اطار خصوصياتها يحاولوا يستثمروا في كل شيء حابين الان انه عموم الجزائريين يتهجموا على القبال يقول لك شوف اه نطالب بالحماية الدولية ونطالب بقوات حفظ السلام لحماية منطقة القبائل وكذا 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 من هذه الامور اذا ابطل مشروع ما هذه حقيقة ولكن ايضا فيها جانب سلبي انك مباشرة تسارع بهذا الخطاب في ظل عدم وجود من قال نحمل المنطقة ايضا يزيد دائما يساهم في وضع هذه المنطقة تحت خصوصية معينة وهذه الخصوصية تتصاعد وتستمر وتصل يوما ما حتى يكون الانفصال واقع عملي بعدما صار واقع نظري تجل في كثير من الامور ومن بينها الانتخابات لذلك شوف قلت خلق طيار سياسي وايضا واصلوا في خلق مواقف سياسية تمنع المشاركة في اي شيء انتخابي لا انتخاباتي شاركوا فيها ولا شيء لتبقى هذه المنطقة لا عندها ممثل في البرلمان لا عندها اي لا مشاركة في الانتخابات وهذا خطأ في النظام الجزائي اقولها وحمل المسؤولية اولا نظام الجزائري لانه نظام الجزائري دار انتخابات حقيقية شفافة ونزيهة وشارك فيها كل الجزائريين اهنا في هذه الحالة ان القبائل كما يشاركوش اهنا تنفضح الامور وينكشف الطيارات اللي يحرضوا على هذا الشيء امام العالم ولكن انتم درتوا انتخابات ما شاركوش فيها كل الجزائريين ولكن العرقام في منطقة القبائل اسوأ مما كان ولذلك شفناهم الناس اللي حرقوا السناد راهم مش مواقف سياسية ضد هذه الانتخابات او شيء يستعملوا في هذا الشيء من اجل تحقيق مآرب اخرى ضمن مخطط الانفصال النظري لهذه المنطقة الذي يمهد للانفصال العملي الذي سيبقى مؤجن الا عندما يصلون الى مرحلة معينة يكونوا في خطر لذلك انا اعتقد بان ما يحدث ان في منطقة القبائل لو يجد اجهزة امنية ذكية يجد نظام حقيقي يفكر بمنطق المؤسسات وليس بمنطق العصابات يستطيع الان ان يقضي على كل المشاريع التي تذر بالجزائر وتخطط للمساس بكيان الدولة الجزائرية وجسدها وايضا هي لمنطقة القبائل الان منطقة القبائل كادت انها تكون محل تفجير حرق الغابات كذا 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 كل الامور راحت دائما الى الطابع المؤامراتي وطابع الاياد الاجرامية وما الى ذلك من هذه الامور من يدفع الثمن هل يدفع هذا من اللي عايشين في اوروبا يستمتع بخمس نجوم يطلع يخرجك يهز العلم من تاعه هذاك انفصاله يرجع الدار وعايش اموره تمام هل يستفيد منه ذلك الزعيم السياسي اللي يدير هكذا وهكذا ولا المسؤول السامي اللي موجود في الدولة الجزائرية ويريد يحافظ على النفوذ ليدفع ثمنه هو المواطن الزواري لذلك لاحظنا ان نزع الانفصالية اللي تصنع رهي تصنع بطريقة ممنهجة حتى الراية انت تقولي هذه راية ثقافية نحن اذا كانت راية ثقافية وعليش في كل مناسبة سياسية تكون حاضرة الراية الثقافية تكون في مناسبات ثقافية الراية الرياضية تكون في مناسبات رياضية لكن لما تكون الامر يتعلق بمصير دولة بمناسبة سياسية هنا ترفع الراية السياسية للدولة والعالم الجزائر لكن الناس اللي يقفوا وراء هذا راهم يطبعوا فيهم وبعد ذلك لما يحدث اي موقف يحطوها في اطار فكرة ان هناك استهداف للقبائل استهداف للقبائل لما يمنعوا يقولوا هذه الراية لا تدخل الى المكان هذا او المناسبة هذه لا ترفع في المناسبة هذا او استهداف للقبائل الآن جابوا فكرة اخرى ان فكرة الباديسية والنوفمبرية والقطة وما الى ذلك راه كان مشروع السفر قبائل رغم انه اذا صح هذا المشروع وانه من طرف الاجهزة هذه الاجهزة التي تقف وراء هذه الفكرة اغلبية المسؤولين فيها من منطقة القبائل وهذه الحقيقية ان قبائل يقفوا وراء هذه الفكرة لتحقيق مآرب اخرى تتمثل في محاولة استهداف هذه المنطقة بمخطط معناها سفر قبائل معناها ابادة لذلك الذي يرفع شعارات عنصرية في منطقة القبائل ضد عموم الجزائرية والذي يرفع شعارات متع القطوطة واك الحيات هذوك هذاك ايضا راه كلهم يخدموا في مشروع واحد من حيث انهم يدعوا غير ذلك فالانفصال هذا اللي يحدث يرفع عنصرية ويدعي انه ضد الانفصالية يكذب والاخر الذي يدعي رافع شعار الباديسية والنوفمبرية والعروبة وانه ضد الانفصالية يكذب والاثنين يخدموا في الانفصالية سواء كانوا يدرون او لا يدرون لذلك اعتقد بان ما حدث مع جمال بنسماعيل وقضية الحرائق الغابات مؤشر خطير للغاية يجب ان يدرس بعناية ويستغل ايما استغلال منطرف القبائل للقضاء على النزعة الانفصالية والقضاء على فكرة المظلومية وان الجزائريين يحقدوا عليهم ويكفي وقفة الجزائريين معاهم في قضية الحرائق وقفة الجزائريين عندما ناضوا شباب مثل هذو من ابناء المنطقة واخرقوا شاب بتلك الطريقة وكلهم الجزائريين قالوا نحن وحدة وطانية كذا كذا خطاب دليل على عدم وجود الكرهية اما انك تروح تستغلي بعض الاسماء المجهولة في شبكات التواصل الاجتماعي على اساس انها مواقف ضد القبائل او شيء من هذا القبيل اعتقد انه هذا سيء جدا فاذا اردتنا ان الروح كما هكذا في منطقة القبائل كانوا مطربين وكانوا ناس معروفين يتحدثوا بوحدة اللغة اللي لا يمكن وصفها يعني لو كانت الدولة دولة مؤسسات لا حسبوهم بتهمة العنصرين ولكن للأسف الشديد هذه الامور كانت لا تؤخذ محلة جد والنظام كان غارق فقط في الفساد والمال والنهب وكذا كذا وليس في صناعة الدولة بناء الدولة الجزائرية والحفاظ عليها يحتاج الى نظام قوي نظام مؤسسات نظام ينظر الى الامام ينظر الى القرن القادم وليس الى قرون فقط في العام الحالي هذا الذي يجب ان يكون منطقة القبائل بلا ادن شك يجري استعمالها واستغلالها منطرف لوبهاد تعادي القبائل في انفسهم وتعادي الدولة الجزائرية مثل ما يجري العمل من اجل مناطق اخرى وهذا يجب التصدي له وفق استراتيجية تبدأ بشرعية المؤسسات وقوتها وقوة دستورها وقوانينها وقوة اجهزتها وفق دولة قانون ودولة مؤسسات وليست دولة كانون ودولة عصبات نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة اخرى الى ذلكم الحين استودعتم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة